بسم الله الرحمن الرحيم تفن كل الملفات الدور العام كل الكلام اللي بيتكتب في السوشيال ميديا ولا حديث يعلو على حديث مباراة قمة إفريقيا بين الأهلي وقايزر تشيفز بإذن الله يقدر الأهلي يحقق كل أمنيات وطموحات جماهيره في كل مكان البطولة العشرة بطولة بالتأكيد الكل اشتغل عليها بشكل قوي جدا لا يتبقى سوى التوفيق من عند الله الكل بالتأكيد بيشتغل بشكل قوي استعدادا لهذه المباراة هذه المباراة هي أصعب مباراة للأهلي خلال هذا الموسم هي أقوى مباراة بيواجهها أو أقوى فريق بيواجهه الأهلي خلال هذا الموسم فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا من الفرق اللي ما تقدرش تتنبأ أو تتوقع طريق أداءها أو شكلها في هذه المباراة عمل نتائج كبيرة جدا خلال دور أبطال إفريقيا لذلك هذه المباراة هي الأصعب والأقوى بالنسبة للنادي الأهلي في مشوار دور أبطال إفريقيا وهي مباراة الموسم لأنها مباراة بطولة مباراة ممكن تكون 90 دقيقة أو لقدر الله ممكن تكون 120 دقيقة ورقلات جزاء ترجحية لكن بإذن الله إن شاء الله كلنا ثقة في لعب النادي الأهلي يقدروا يعملوا مباراة كبيرة ويحسموا الموقف بإذن الله خلال التسعين دقيقة خاصة أن المباراة بدون جمهور لكن بإذن الله كلنا إن شاء الله هنكون من دعم الفريق وخلف الفريق في هذه المباراة الكبيرة نقدر نقول أن هذه المباراة اللي تخاف منه ما يجيش أسهل منه فلازم نخاف من هذه المباراة لازم نعمل لها اعتبار لازم نحط في حسباننا أن فريق كايزر تشيفز من الفرق القوية صحيح لم يتأهل من قبل لنهاء هذه البطولة المعدلة منذ عام 97 هذه المرة لأول مرة في تاريخ كايزر تشيفز فبالتالي عنده طموحات عنده أحلام كل هذه الطموحات والأحلام كلنا حطينا في الحسبان وقبلنا اللعيبة والجهاز الفني عشان يقدروا يسعدوا جماهرهم في كل مكان جماهرهم اللي كانت بتتمنى تكون موجودة في مركب محمد الخامس لكن بسبب الإجراءات الاحترازية للأسف المباراة بدون جمهور حالة النهاردة هيكون فيها تفاصيل كتير وهنتابع مع بعض أول بول كواليس سفر فريق النادي الأهلي من خلاص منذ هذه اللحظة الفريق خلاص في الطائرة المتجهة إلى المغرب لمواجهة قايدة ريتشيفز وكل الملفات مغلقة استعرادا لهذه المباراة الكبيرة وبإذن الله ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي في نهاية دور أبطال إفريقيا مباراة واحدة في ملعب محمد الخامس يوم السبت القادم الساعة 9 بتوقيت القاهرة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم والسؤال النهاردة هو دعم ومسندة لكل اللاعبين في كل مكان وجه رسالتك كل واحد يدخل يشارك معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا ويوجه رسالته للعبي النادي الأهلي والجهاز الفني أيضا قبل مواجهة قايزة ريتشيفز في نهاية دور أبطال إفريقيا في الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات ونشوف رسالة دعم والمسندة هتكون إزاي للعيبة قبل هذه المباراة الكبيرة لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوان في ترند الأهلي العشرة يا أهلي كمان في ترند الأهلي بعثة الفريق تطير للمغرب استعدادا للنهاء الإفريق وأخيرا موسيماني يختار 28 لعبا استعدادا لقايزة ريتشيفز الكل على هبة الاستعداد وبإذن الله نقدر نعمل مباراة كبيرة وتدريبات خلال الفترة القادمة بدعم معنوي ودعم إعلام كبير جدا لنادي القرن حامل اللقب الإفريقي وإن شاء الله بإذن الله يكون الاحتفال بالعشرة يوم السبت القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نبدأ مع بعض التفاصيل الحلقة وفقرة ترند ترند أعلم بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند السوشيال ميديا طبعا مش هيكون في أي حديث خلال صفحات السوشيال ميديا إلا على مباراة القمة الإفريقية بين الأهلي وكايزة ريتشيفز إن شاء الله المباراة يوم السبت الساعة 9 بتوقيت القاهرة نتمنى توفيق رب للعب النادي الأهلي يقدروا يكونوا في يومهم مهم جدا يا جماعة توفيق في مثل هذه المباراة الكبيرة والمباراة النهايات الفترة الأخيرة أخذوا بالكم العبرة مش بالتاريخ ولا بالاسم العبرة بالأداء وبالنتيجة عشان كده احنا الحذر كل الحذر من مباراة قايزة ريتشيفز زي ما أنت قدامكم على الشاشة ده طبعا وقت ما كان الفريق منذ حوالي ساعتين كان يتحرك من مقر الإقامة أو ملعب التدريب في مقر النادي الأهلي بالجزيرة بعد أداء التدريب الصباحي اليوم استعدادنا للسفر يمكن الطيرا أقلعت حوالي ساعة أربعة وربع من مطار القاهرة الدولي استعدادا طبعا للسفر إلى الدار البيضاء في المغرب وبإذن الله رحلة الطيران للمغرب بتبقى في حدود حوالي خمس ساعات أداءكم على الشاشة بالمناسبة أسرة بيتسو موسيماني وصلت بالأمس إلى القاهرة عشان تكون موجودة بجوار بيتسو موسيماني في مثل هذه الأحداث الكبيرة وفي هذه المباراة الكبيرة الأسرة بالكامل كانت موجودة بالأمس في القاهرة وصلت من جنوب إفريقيا عشان تكون موجودة مع بيتسو موسيماني دايما موسيماني بيتفعل موجود الأسرة معاه وبيبقى حريص أن يكون الأسرة موجودة معاه في أي حدث كبير زي ده ودي من التقاليد الكبيرة اللي دايما بيتسو موسيماني بيعتاد عليها حتى لما كان مسؤول في نادي صندعونز خلال السنوات السابقة النهاردة كانت في مجموعة من الأخبار كده النهاردة الصبح الحمد لله يمكن الجهاز للطبي اطمأن على سلبية مسحة الفريق يمكن المسحة كانت اتعاملت أمس وقبل معادة السفر بـ 48 ساعة دكتور أحمد أبو عبل طبيب الفريق يمكن أعلن سلبية مسحة تكل لعب الأهل والجهاز الفني اللي بتستعد إن شاء الله لخوض نهائي دورة أبطال إفريقيا بإذن الله طالما المسحة سلبية وPCR سلبي الفرق أول ما توصل للمغرب هتدخل فقاعة طبية بدأة من الليلة لغاية موعد المباراة يوم السبت اللي جاي طالما هي بيعسة رياضية ومسافرة المغرب وطالما المسحة سلبية كل البيعسة بتدخل فقاعة طبية خلال الفترة اللي جاي قدامكم طبعا لقطات كمان من وصول الفريق لمطار القاهرة قدامكم عدد ده من اللعيبة والبعض هشوف صور لأو لقطات لمحمد محمود وكريم ندفد هم موجودين في القايمة وكان طلب من اللعيبة وتم عرض الأمر على الجهاز الفني وبيتسو مسماني وافي وتم عرض الأمر على كابتن محمود الخطيب وبالفعل محمود متولي وكريم ندفد ومحمد محمود رغم أنهم مقايدين في القايمة الإفريقية ومش جاهزين للمباراة لكن طبعا وجودهم هيكون مهم جدا مع اللعيبة واللعيبة عايزة تكون موجودة في هذا الحدث الكبير قدامكم طبعا كمان هذه اللطات الفريق خلاص في اللحظات الأخيرة قبل الدخول للطيارة صلاح محسن عدد من اللعيبة كابتن أحمد فوزي المدير الإداري طبعا كابتن حسيني الشحات اللي ظاهر بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة زمننا كريم أحمد اللي هيكون موجود إن شاء الله مع البعثة ويدينا آخر الأخبار محمد دمجدي أفشا كهربا محمد شريف أيمن أشرف كل اللعيبة إن شاء الله هتكون جاهزة بإذن الله لهذه المباراة الكبيرة وكلنا ثقة طهر محمد طهر غاب المباراة اللي فاتت في الدوري لكن إن شاء الله هيكون جاهز بإذن الله لمباراة تدور أبطال إفريقيا والفاينال يوم السبت القادم النهاردة بيتسو موسيماني عام المحاضرة للعابين بالفيديو دمكم كمان وليد سليمان بالمناسبة وليد سليمان هو مش جاهز للمباراة لكن برضو وليد سليمان كان بأحد اللعيبة الكبيرة وأحد كباتن الفرقة مهم جدا يكون موجود مع الفريق في نهاي دور أبطال إفريقيا عنده خبرات كبيرة أنت المباراة اللي زي دي محتاج اللعيبة الخبرة سواء داخل الملعب أو خارج الملعب ربنا يكرم بإذن الله ويكون الجميع على هبة الاستعداد لخوض هذه المواجهة الصعبة جدا طيب بيتسو موسيماني النهاردة عمل محاضرة مدتح حوالي أربعين دقيقة محاضرة فيديو اتكلم فيها عن مواطن القوة والضعف لفريق قايزر تشيفز اللي هيواجه الأهل إن شاء الله في نهاية دور أبطال إفريقيا نضامكم كمان هي على الطيارة وقبل الإقلاع مباشرة كابتن محمود الخطيب رئيس البعثة ورئيس مجلس الإدارة بيتطمن على الفريق كلامه مع وليد سليمان كل الترتيبات دي يا جماعة تمت خلال الفترة الأخيرة لأسبوع الماضي كلامه مع علي لطفي كلامه مع محمد هاني بيزن الله إن شاء الله يكون الفريق أجاز وعلى هبة الاستعداد اللي قطط دي يا جماعة بتبقى قوة دفع كبيرة جدا لعبة بتحس رئيس النادي معها رئيس البعثة موجود معهم دايما كابتن محمود الخطيب موجود مع البعثة في كل هذه المباريات الكبيرة والمباريات الصعبة كلامه هو مع مصطفى شبير مع محمد ده محمود إن شاء الله بإذن الله يرجع بسرعة ونشوفه في المباريات الرسمية بعد الحمد لله ما اتمنين على حالته وبقى يتمرن محمد ده مجدي أفشة صلاحة محصن محمود ده كهرباء كل الزمل بإذن الله الكابتن محمود الخطيب حريص إنه هو يسلم على الجميع في هذه الرحلة وبإذن الله نقدر نقول كده هي رحلة اقتناس اللقب الإفريقي رحلة العودة بالبطولة العشرة بإذن الله كمان الشريف محمد ده خدوا بالكم من التفاصيل المهمة دي الشريف محمد ده لي كمان موجود بالمناسبة كمان المدير الإداري للمنتخب الأولمبي لسه هو شايفه كمان موجود على الطيارة مع فريق النادي الأهل إن بعد المطش مباشرة سيستحب الأربع لعيبة من النادي الأهل اللي هيشاركوا في دور التقية الأولمبية الشناوي طاهر صلاح محصن أقرم توفيق هيكون موجود معهم إن شاء الله بعد المباراة وهو موجود مع البعثة في الطيارة الخاصة شريف الدالي موجود مع الفريق كمان لانتواخد كل إجراءاتك الاحترازية الطباخ موجود عامل المهمات الخاص بالتعقيم موجود كل الإجراءات الاحترازية أنت بتتمها بشكل جيد جدا في كل رحلاتك والسفر من خلال رحلة خاصة وطائرة خاصة علي معلول النهاردة ممكن البعض يقلق لما يرى خبر إن علي معلول اكتفى النهاردة بجلسة في الجامع وما كانش موجود في التدريبات الجامعية عايز أطمنكم يا جماعة علي معلول بإذن الله جاهز للنهاء الإفريقي علي معلول جاهز إن شاء الله والنهاردة بس كان تدريب خفيف شوية بالنسبة لعلي معلول عشان يكون جاهز في الفترة اللي جاية لكن بإذن الله ما تقلقوش علي معلول إن شاء الله يكون موجود في الفترة اللي جاية وهو جزء بس من تخفيف الحمل التدريبي على علي معلول بعد الأداء المميز اللي ظهر به تحديدا خلال مباراة المقصة والضر اللي أدى خلال التسعين دقيقة سواء بدني أو فني علي لطفي كمان انتظم النهاردة فيه التدريبات الجمعية كلنا عارفين أن علي لطفي من إصابة أبعادته آخر مباراتين ما كانش موجود في القائمة الأساسية بسبب إجهاد ده بسيط لكن الدكتور والجهاز الطبي طميننا أنه إن شاء الله علي يكون جاهز على مباراتة كايزريتشيوز بالفعل النهاردة أول تدريب لعلي لطفي فيه تدريبات الجمعية قبل السفر وده بيدينا طمأنينة خلال الفترة الجاية مبارات نهاية إفريقيا يكون علي موجود مع الشناو ومع مصطفى شبير بعد النهاية الإفريقي علي لطفي بإذن الله يكون جاهز لقيادة حراسة مرمى الأهلي في الدوري العام خلال الفترة اللي جاية والترابواليا برضو المباراة اللي فاتت البعض كان ألقاء من إصابة والترابواليا هل عيلحق به نهاية إفريقيا ولا لا الحمد لله برضو الجهاز الطبي طمين على والترابواليا قال النهاردة أنه اكتفى بجلسة في اللاجيم وقال النبواليا خضع لأشعة على الرجبة يوم السبت الماضي كشفت بس هذه الأشعة أنه عنده التهاب بسيط في أوطار الرجبة لكن من خلال تدريب علاجي وطبيعي خلال الفترة اللي جاية هيكون جاهز للمراني الجماعي بدءا من يوم الأربع اللي جاي يعني نقدر نقول إن شاء الله بكرة في أول تدريب للفريق في المغرب هيكون والترابواليا في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي بإذن الله طيب قائمة الفريق قدامنا على الشاشة كان طبعا لعبي الفريق في المران وحتى في الطيارة قبل الإقلاع مباشرة النهاردة بيتسو مسماني ضم 28 لعب قدامكم على الشاشة دي آخر لقطات للفريق النهاردة في ملعب التتش قبل المغادرة المغادرة بالزبط كانت في حدود حوالي ساعة واحدة وربع من ملعب مختار التتش بالجزيرة 28 لعب مع بيتسو مسماني في هذه المباراة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير في حراسة المرمة محمود متولي محمود وحيد رمي ربيع ياسر إبراهيم أيمن أشرف بدر بنون سعد سمير علي معلول محمد هاني حمدي فتحي أكرم توفيق عمر السلية أليو ديانج محمد دامجدي أفشا وليد دا سليمان كريم مندفد محمد محمود حسين الشحات طاهر محمد طاهر محمود قهربة جونيور أجايي وصلاح محسن محمد شريف مروان محسن والتر بوالية طبعا نصر مهر وأحمد رمضان بكهم مش موجودين مع الباسة تبقى للاتفاعل تم مع جهاز الفني للمنتخب اللومبي وهيكونوا موجودين مع المنتخب من أول رحلة الصفر إلى توكيو لكن 28 لعب منهم ثلاثة مش هيكونوا موجودين في قائمة المباراة محمود متولي وكريم ندفد ومحمد محمود فبالتالي 25 لعب هيختار منهم بيتسو موسيماني 20 لعب لقائمة المباراة النهائية 20 لعب هيكونوا موجودين على دكة البودلاء 11 في الأساسي وتسعة على الاحتياطي يقدر يختار ما منهم خمسة لعبين خلال الوقت الأصلي من المباراة وإذا كان هناك بإذن الله يعني لقدر الله في وقت إضافي في حال التعادل السلبي أو الإيجابي يقدر يستفيد بيتسو موسيماني بتغيير إضافي خلال الإكستراطايم ودي اللايحة اللي كان الكاف وضحها كلايحة استثنائية على نهاية دور أبطال إفريقيا رغم أن اللايحة الأساسية في 2019 بتقول وقت أصلي ثم رقلاتها جزاء ترجيحية بإذن الله إن شاء الله يكون الأهل قادر على حسم المباراة خلال التسعين دي طب قدامنا اللعيبة قدامنا الفريق على هبة الاستعداد وكل إن شاء الله يكون جاهز لمباراة يوم السبت القادم وطبعا شايفين في المطار يمكن بعض الجمهور أو بعض الأهلوية بيحايل اللعيبة قبل الصفر إن شاء الله طيب التريندات إحنا بنتكلم على الفريق وبنتكلم على الاستعداد الفني لكن في نفس الوقت فيه استعداد لجمهور الأهل هو استعداد استعداد معنوي لا يقل أهمية عن استعداد الفريق وهي هي؟ وهي التريندات فكرة إنك تعمل هاشتاج ويتصدر تريند سواء تريند محلي أو تريند عالمي ده أثره كبير جدا للإلعابة دايما المسكة الموبايلات وشايفة السوشيال ميديا وبتشوف على تويتر تريندات ودعم الجماهير أنت بتكلم في أربع تريندات كانوا متصدرين تويتر خلال الساعات الأخيرة خطوة على الحلم يا أهلي العشرة ممكن بعون الله العشرة أهلوية النجمة العشرة أهلوية هو ده الدور المعنوي والدور الدعم الكبير وبتكلمه على الكسافة قدامكم كمان يعني خطوة على الحلم يا أهلي 300 ألف تويتر في هذا الهاشتاج العشرة ممكن 24 ألف وتسعة من عشرة تويتر تغريدة يعني أنت عايز بتتكلم في فكرة أن الهاشتاج نفسه والتغريدة بتتقرر وبتتعامل كذا تويتر من جمهور الأهلي 300 ألف وتسعة وستين ألف واربعة وعشرين ألف وفي إحدى المرات كان إحدى التريندات خلال اليومين اللي فاتوا وصلت كان التريند عالمي أنت بتتكلم على شعبية وجماهيرية كبيرة جدا لجمهور الأهلي لما التويتر والهاشتاج بيعدي المليون وآخر خلال التمانية واربعين صفقا فيه هاشتاج وتويتر عدى المليون وأكتر من مليون ونص فأنت بتتكلم على تريند عالمي وده شعبية الأهلي وجماهيرية الأهلي والحاجات دي بتفرق بشكل كبير جدا مع اللعيبة وبإذن الله وليد سليمان كأحد كباتل الفرقة يمكن ليه دور كبير جدا كأحد اللعبين الكبار فيه الفرقة فيه مباراة قايزر بإذن الله ونقدر نعمل مباراة كبيرة إن شاء الله أخرج إلى الفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض لسه عندنا أخبار ولسه عندنا المزيد بخصوص استعداد الأهلي لفاينال إفريقيا أهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد لسه عندنا تفاصيل كتير متعلقة بصفر بعثة الأهلي إلى المغرب استعدادة لمواجهة قايزر تشيفز في نهاي دور أبطال إفريقيا المباراة بدون جمهور وبدون حضور إعلام طبعا تبقى للإجراءات الاحترازية اللي أعلنتها الدولة المغرب خلال الفترة الأخيرة متعودين على داف المغرب حتى في مباراة الدور المحل وفي مباراة الفرق المغربية في دور أبطال إفريقيا ممنوع حضور الجمهور وممنوع حضور الإعلام وهذه الإجراءات الاحترازية لسه مستمرة معانا في نهاي دور أبطال إفريقيا رغم أن الكونفيدرالية كان فيها حضور جمهور حوالي 12500 متفرج في ملعب كوتونو في بنين ما بين الرجاء وشبيبته القبائل لكن دور أبطال إفريقيا هيكون بدون حضور جمهور طبعا للإجراءات الاحترازية وطبعا عشان فيه حجر صحي طالما أنت جاي من مصر ومصر حاليا من الضمن الدول الموجودة في نطاق المنطقة به معنى أن هي موجودة في نطاق المنطقة به يعني أي حد جاي من مصر بيخضع ليه حجر صحي لمدة عشر تيام حتى لو معاه بي سي آر سلبي قبل الوصول بـ 48 ساعة لكن لو معا لقاح الجرعتين آخر جرعة يكون مرة عليها 14 يوم ما بيخلش فقاعة طبية لكن بعس الرياضية ينطبق عليها فكرة الفقاعة الطبية وبالتالي الفريق مجرد ما يصل الليلة إلى المغرب هيدخل فيه الفقاعة الطبية حتى موعد المباراة يوم السبت اللي جاي الساعة 9 بتوقيت القهرة الفريق هيفضل في الفقاعة في فند الإقامة ملعب التدريب المؤتمر الصحفي ثم العودة لفند الإقامة ويوم المباراة ده خط السير واللي هيكون الطريق المحدد لفريق النادي الآلكة إجراءات طبية عشان يكون ملتزم بيها طبعا حرصا على سلامة الجميع وفكرة كمان إن ما يكونش لقدر الله في إصابات كورونا ممكن تعكر صفو المباراة النهائية لقدر الله في إصابات في أي من الفريقين سواء بالنسبة للأهلي أو فريق قايزة ريتشيرز طيب دكتور أحمد أبو عبلا يمكن شرح الأمر ده وقال إن بقى استلقالها تدخل فقاعة طبية فور الوصول إلى المغرب وقال تم التنصيق مع الكابتن سارة الحفيز في هذا الشأن بشأن إجراءات دخول الفريق في الفقاعة الطبية وكافة الإجراءات الاحترازية في هذا الأمر وإحنا بنتفرج على الماتيريالز اللي كان خاص بصفر الفريق على الطيارة يمكن لاحظنا وجود الكابتن عاد المحفوظ إداري المنتخب الأولمبي هو موجود مع البعثة في هذه الرحلة لأن بعد المباراة مباشرة هيكون موجود مع الرباعي الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر استعدادا للسفر إلى اليابان للدخول في معسكر والاستعداد لدور التوقي مع منتخبنا الأولمبي فيه تنصيق كبير جدا ما بين الطرفين سواء الأهلي أو حتى منتخبنا الأولمبي طيب المكالمة اللي معايا نقدر نقول هي مكالمة لرفع الروح المعنوية مكالمة ومدخلة عشان نستعيد التسعة التسعة بتوقيت الأهلي وليما لا وإحنا على أعتاب بإذن الله يا رب إن شاء الله العشرة بتوقيت الأهلي وإن شاء الله يكون الفريق في يومه في هذه المباراة معي ومعكم في هذه اللحظات المعلق الرياضي المميز اللي جمهور النادي الأهلي أحبه بشكل كبير ودخل قلوب كل الجماهير الأهلوية من أول وهلة وفي أول تعليق ليه في مباراة النجم الساحلي مع جماهير النادي الأهلي المعلق العماني الكابتن خليل البروشي كابتن خليل مساء الخير عليك نوري محمد نترحب فيه بكل متابعين قناعة الأهلي وبكل متابعين برنامج ترند وأنا مرض هاني سعيد جداً بإتاحة الفرص وهذه والتواجد معاك ونقول كلنا يا رب يعني وإحنا على عتاب العاشرة مثل ما قلت نقول يا رب يا رب بإذن الله عايز أقولك الأهلوية أنت دخلت ألبون بسرعة والكل بيتفائل بيك والكل بيسعد بسمع صوتك وحتى تعليقك في اليورو خلال الفترة الأخيرة وتعليقك على مباراة المنتخب الإيطالي يمكن قدت بهجة أكتر لجمهور النادي الأهلي وإحنا على عتاب نهاء دور أبطال إفريقيا تقدر تقول إيه على هذا النهائي وإن رسالة تحب توجهها الجمهور الأهلي وهو دايما كان بيسعد بالتسعب توقيت الأهلي وربنا يكرمنا بإذن الله في العشرة يوم السبت اللي جاي أول شيء تحية لك ولكل المتابعين ومشاهدين تحية خاصة لجمهور النادي الأهلي في كل مكان وأنا كنت سعيد جدا حقيقة برجود الأفعال اللي جاتني خصوصا بعد البطولة وبكل تأكيد كانت نسبة كبيرة منها من جمهور مصر وجمهور النادي الأهلي محمد انت تعرف يعني الأهلي دايما في مواجهة الأندية الكبيرة ما عليه خوف وهذه أشياء احنا اتفقنا عليها وعرفناها تاريخيا الأهلي دائما في مواجهة الأندية العربية أيضا ما عليه خوف لأن الأهلي تمرس على مثل هذه البقوطات المشكلة الوحيدة التي ممكن أن نتدعونا للقلق وعنا عارفنا نسبة التفاؤل كبيرة جدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي بالنسبة لنا احنا كعرب ومتابعين البطولة الأفريقية وبالتحديد للنادي الأهلي بأن نسبة تحقيق النادي الأهلي للبطولة هذه مرتفعة جدا قياسا على أداء الفريقين قياسا على تاريخ الفريقين قياسا على مكانة الفريقين إنجازاتهم وبطولاتهم لكن الشيء اللي يدعونا للقلق هو أن كايزر ما تعود على مثل هذه البطولات ويعلم تماما أن الفرصة ممكن ما تتاحلة في الموسم الجاي أو اللي بعده أن يوصل مباراة نهائية ويدرك أيضا أن يواجه أفضل أنزية القارة عبر التاريخ لذلك الدافع المعنوي اللي موجود عند لعيبة كايزر رح يكون مرتفع بشكل كبير جدا وعلى ثقة تامة أن إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني وضعوا عينهم على هذه النقطة على وجه التحديد وحثوا اللاعبين في هذا الجانب على وجه الخصوص أن مهما كانت مجريات المباراة يجب عدم استثقار المنافس ويجب عدم استثقار المفرطة أيضا في تاريخ ومكانة النادي الأهلي لأنه في النهاية اللي بيسجل هو اللي رح يكسب واللي رح يكسب أكيد هو الطرف الأفضل اللي رح يكون في المباراة النهائية بيزن الله طيب بيتسو موسماني مدرب جنوب إفريقي وبالتأكيد عارف كل التفاصيل الخاصة بقايزر شيفز وانت بتعليقك على المباراة اللي لفت انتباهك في أداء موسماني مع الأهلي وكان انضمام موسماني كحالة طرأة للأهلي في توقيت معين وأصبحت هذه الحالة طرأة هي حالة طرأة لكل قرة إفريقيا منذ أن تولى موسماني تدريب الأهلي خلال حوالي الثمان شهور أو العشر شهور الأخيرة صحيح وخلنا يعني نركز على شغلة معينة ومهمة جدا وهذه ممكن أيضا واحدة من مصادر التفاعل والثقة عن جماهير النادي الأهلي وعندنا كمحبين للنادي الأهلي إن تعامل موسماني أفريقيا يختلف ربما بشكل أو بآخر عن تعامله مع البطولة المحلية للدراية اللي هو فيها على مستوى الأنبياء الأفريقية هو عارف الأنبياء الأفريقية ومثل ما ذكرت هو جاي من جنوب أفريقيا لكن أيضا خلال السنتين اللي طافوا لازم نضع بعيني الاعتبار أن كايزر تغيرت فيه كثير من الأمور ولكن يبقى في نفس التوقيت موضوع أنه هي كرة قدم جنوب أفريقية ومدرسة جنوب أفريقية وبالتالي مسألة التعامل أنا ما عندي خوف أبدا من موسماني وكيف ممكن يتعامل مع المباراة موسماني أفريقيا مميز جدا في مسألة التعامل مع لاعبين النادي الأهلي وفي مسألة التعامل أيضا مع الفريق الخصم وشاهدنا يعني تقريبا منذ أن تولى مسألة تدريب النادي الأهلي لم ينجح فريق أفريقي في أن يكون أفضل من النادي الأهلي خلال وقت المباراة ونجح في أن يكسب داخليا وخارجيا خوف مش من مسألة خوف من بعض الثقة اللي ممكن أنها تتسلل إلى قلوب لعيبة النادي الأهلي بحكم أن النهائي محسوم وأن النادي الأهلي بطل وبدأنا نفكر في ما هو بعد الفوج البطولة الأفريقية وهو المشاكل هذه الثقة المفرطة أتمنى إن شاء الله أنها ما تروح منها خلال المباراة طيب في تعليقك على مباراة إيطاليا وأسبانيا وانت بتختم قلت إيطاليا تقول لأسبانيا بلا تشعو هو طبعا التحية الشهيرة للطلاينة وانت بتدي التحية في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين كايزر تشيفز والأهلي وعلى غرار التسعب توقيت الأهلي إيه اللي ممكن يطلع من أعماق قلب الكابتن خليل البلوشي لكل جماهير الأهلي الأول شيء اللي بيطلع من أماقي أول شيء كل الأمنيات بالتوفيق إن شاء الله وإن الأهلي حقق في قطولة العاشرة وهذه أنا أعتقد أنها أمنية يتمنىها معظم العرب حتى متابعين للنادي الأهلي إلا إلا طبعا في أنبيا أنت عارفوا هذا وضع طبيعي جدا ما تتمناش أن الأهلي يأخذ القطولة التسعة جت وهذه العاشرة يعني خلاص لو جت العاشرة فمعناها إن شاء الله ممكن تكون ثلاثة على التوالي وهذه ضربة رحصون قوية جدا لكل المنافسين والخصوم بعد ما قلنا التسعة بتوقيت الأهلي أنا ممكن أقول للجنوب الأفريقيين الأهلي لما إن شاء الله ينتصر الأهلي لا يمكن إيقافه في المباريات النهائية خصوصا كابتن خليل بلوشي أنا أشكرك شكرا جزيلا دايما أسعد بيك وبإذن الله يكون لنا مكالمة تانية بعد فاينال إفريقيا وإنهن بعض بإذن الله رغم صعوبة المباراة لكن دايما بنسعد بوجودك والعاشرة بتوقيت الأهلي لما لا يا رب بإذن الله أهلا بحضراتكم من جديد طبعا ولسه عندنا مجموعة من الأخبار المتعلقة ببعثة الأهلي كلينا عارفين طبعا الإجراءات الاحترازية هكون موجودة في المغرب وشرحنا اللي هيحصل خلال الساعات اللي جاية الفريق النهاردة هيصل المغرب الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت الأهلي بإذن الله يكون فقل حسن وفقل خير بإذن الله إن شاء الله توقيت الوصول يكون بنفس الرقم البطول إن شاء الله يوم السبت اللي جاية هي رحلة طيران بتسارق حوالي خمس ساعات إلى خمس ساعات ونصف مع انتهاء الإجراءات مباشرة هيكون الفريق خارج من المطار في حدود الساعة 10 بتوقيت القاهرة النهاردة كان من المفترض ده طبعا يعني وجود سفير مصر في المغرب معالي السفير أشرف إبراهيم لكن الظروف خاصة بمعالي السفير تعذر وجوده وبلغ طبعا الكابتن محمود الخطيب باعتذره عن الحضور النهاردة لظروف خاصة طبعا عن إرادته بلغ الكابتن محمود الخطيب وهيكون النهاردة في استقبال لبعثة الأهلي في مطار الدار البيضاء في المغرب نائب السفير معالي الأستاذ أحمد مبارك ومستشار السفارة الأستاذ عمر شعيب النهاردة هيكونوا موجودين في استقبال لبعثة النادي الأهلي نائب السفير أشرف إبراهيم ومستشار السفارة المصرية في المغرب بتزليل أي عقبات ويكونوا موجودين مع البعثة أول بول وغدا بإذن الله معالي السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب هيكون موجود مع البعثة في فندو الإقامة ويكون معهم بيزد الله في التدريب الأول في المغرب والسفارة المصرية طبعا عمل جهد كبير جدا ويزد مجهود جبار مع بعثة الأهلي وخلال الأيام الأخيرة كان فيه اتصالات مستمرة حتى مع الكابتن محمود الخطيب ومع الكابتن سامير عدلي لتنصيق كل الأمور اللوجستية وتنصيق كل الأمور الخاصة بسفر الأهلي والدخول في الفقاعة الطبية وحجز الفند والإقامة وكمان ملاعب التدريب كل الشيء المتعلق بيئة البعثة هيكون إن شاء الله دور كبير جدا للسفارة المصرية مع بعثة النادي الأهل بالمناسبة المؤتمر الصحفي إن شاء الله لمبارات الأهل وكايزر تشيفز هيكون يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة مباشرة الأهل هيكون معادوا الأول الساعة وحدة ونص بتوقيت القاهرة ثم المؤتمر الصحفي لكايزر تشيفز بعد الأهل مباشرة حوالي الساعة 2 الظهر بتوقيت القاهرة لكن المرانة هيكون بالليل الأهل هيتمرن قبل كايزر تشيفز وكايزر تشيفز هيتمرن الساعة 9 بتوقيت القاهرة إن قايزر تشيفز في رولز المباراة والترتيبها هو اللي هيكون الفريق صاحب المباراة والفريق اللي بيسكر اسمه أولاً في نهاية دور أبطال إفريقيا قدامنا طبعاً بعض اللقطات للبعثة في المطار واستعرضنا بعض اللقطات لبيتسو مسماني سواء في مقر النادي بالجزيرة ثم التحرك لمطار القاهرة شفنا أسرته موجودة معاه وهتكون موجودة معاه في المغرب كمان للمؤذرة وللمسندة وإن شاء الله بإذن الله يقدر الأهل يحقق النتيجة طيبة ويحقق البطولة العشرة لكن بيسو مسماني يا جماعة عامل حالة جيدة جداً مع الأهل في الفترة الأخيرة أو تحديداً منذ أن تولى المسئولية وقدامنا طبعاً على الشاشة بيسو مسماني وهو متجه إلى الطائرة وعمل إنجازات وعمل أرقام مميازة جداً بيسو مسماني منذ أن تولى المسئولية في اكتوبر 2020 حتى هذه اللحظة لعب مع الأهل خمسين مباراة فاز في 34 لقاء تعادل في 12 مباراة وهزم في 4 مباريات سجل الفريق 94 هدف واستقبل الفريق 34 هدف شباك نظيفة لإنشيط الآلي خرج في 25 مباراة بدون إحراز أي هدف في مرمى حقق مع الأهل ثلاث بطولات وبرونزية كاس العالم للأندي إن شاء الله بإذن الله البطولة القادمة تكون البطولة التانية لي مع الأهل كدوري أبطال إفريقيا وأيضاً كمان يقدر يحقق دوري أبطال إفريقيا لي هو على المستوى الشخصي ثلاث مرات مرة مع سانداونز وإن شاء الله تكون المرة التانية مع النادي الأهل وهو بالتأكيد يعرف كل التفاصيل الخاصة بفريق قايزر تشيفزي ودايماً كان بيتسو مسماني كعبه عالي على فريق قايزر تشيفزي في دوري جنوب إفريقيا طيب تريند الأهل تريند الأهل النهاردة هنشوف الجديد بالنسبة للمحتوى العبر السوشيال ميديا وإن قاتل السوشيال ميديا بتركز عليها قبل مباراة قايزر تشيفزي في نهاء دوري أبطال إفريقيا نبدأ مع بعض تريند الأهل وأول حاجة معايا من الصفحة الرسمية للوطن سبورت على الفيسبوك أربع لعبين يهددون حلم مسماني في الفوز بدوري أبطال إفريقيا التقريب بيتكلم على لعابة فريق قايزر تشيفزي منهم الصربي سامير نوركوفيتش المهاجم الأساسي وده اللي بيعد طبعا أحد أبرز اللاعبين وسجل ست أهداف هذا المسم وصنع أربعة مع قايزر تشيفز أيضا اللاعب الكولومبي ليوناردي كاسترو سجل تسع أهداف مع قايزر تشيفز ولعب قبل كده تحت قيادة بيتسو مسماني في سانداونز من قبل وتوج معاه بدور أبطال إفريقيا عام 2016 تالت اللاعبين هو مينياما ده لعب وسط مهاجم من أبرز لعب قايزر تشيفز بيمتاز بالسرعة والتمرير الدقيق للغاية سجل ثمان أهداف هذا المسم وصنع أربعة مع قايزر تشيفز اللاعب الرابع هو الظهير الأيمن فورسلا هذا اللاعب يتميز بالدقة العالية للغاية في القرات العرضية لعيب سريع جدا بيعمل قرات عرضية لكاسترو وسامير نوركوفيتش بيشكل خطورة كبيرة جدا وممكن هيكون ليه دور هجومي أمام عالي معلول في مباراة يوم السبت التقرير كشف أن 75% من أهداف قايزر تشيفز تسجل من القرات العرضية خاصة من الناحية اليمنى اللي بيقودها الخطير فورسلر وده اللي عملوا في مباراة الوداد المغربي من المناسبة قايزر تشيفز عنده خمس لعبين أجانب بنتكلم عن اتنين لعيبة من زنبابوي فيه لعيب من سربيا طبعا هو اللاعب سامير نوركوفيتش فيه لعب كولومبي هو ليونارد كاسترو عندنا كمان خمى بليات كان موجود في سانداونز 2016 وحاليا موجود مع قايزر تشيفز لكن بعيد عن المباريات بقى له أكتر من سبع شهور بسبب الإصابة اللي كانت عرض لها الكسر في القدم لكن لسه مرجعش للفورمة لكن حاليا بيتضرب مع الفريق وغالبا هيكون مع الفريق في رحلة المغرب طيب نشوف كمان الحساب الرسمي ليه اليوم السابع على تويتر كتبه الأهلي يهزم قايزر تشيفز في القيمة التسوقية قبل نهاي إفرقيا احنا بنتكلم على وفقا لإحصائيات موقع ترانسفير ماركت بيتكلم على قيمة التسوقية للنادي الأهلي يتصل لحوالي 27.750.000 يورو ما يعادل حوالي 516.440.000 جنيه مصري لكن القيمة التسوقية لفريق كايزر تشيفز يتصل لـ 11.930.000 يورو ما يعادل حوالي 222.000.000 جنيه مصري طيب هي القيمة التسوقية طبعا بتديك مؤشر على قيمة تكل فريق على مستوى الإرادات والمصروفات وقيمة اللاعبين لكن في النهاية الملعب شيء الثاني خالص نتمنى بإذن الله يكون لعيب النادي الأهلي في الموعد ويعملوا مباراة كبيرة يوم السبت القادم أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسا مكملين بحضراتكم بها فقرات برنامج التريند أعلم بحضراتكم من جديد طبعا الفقرة الأخيرة في برنامج التريند عايز أقول لكم في هذه اللحظات الفريق بالضبط هيكون في الجو أو خلاص طارة من مطار القاهرة بالضبط بقالوا ساعتين الله ربع زي ما انتوا شايفين على الشاشة خط سير ورحلة طيران نبعسة الأهلي إلى المغرب وقدامكم بالضبط خط السير في هذه اللحظات وبإذن الله هو دلوقتي بالضبط بقالهم ساعتين الله ربع خرجوا من مطار القاهرة وطيارة في الجو زي ما انتوا شايفين في خط السير لكن بإذن الله تصل إلى مطار كازابلانكا في المغرب في الساعة العشرة بتوقيت القاهرة بإذن الله ولما لا تكون العشرة بتوقيت الأهلي لكن مع بعض نشوف في رأي الناس ورسالة دعم اللي وجهوها لللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة كايزاري تشيفز أميرة حسن بتقول بالتوفيق إن شاء الله الأهلي بطل إفريقيا والدور والكاس والعالم والعشرة يا أهلي تمام يوسف محمد ده بيقول بالتوفيق واسقين في 11 راجل راجل في الملعب العشرة ممكن يا رب بإذن الله هو هشتاج العشرة ممكن ده هيكون دور إيجابي ورد فعلي إيجابي وقوى جدا لكل اللاعبين قبل مواجهة كايزاري تشيفز يوم السبت القادم لا يتبقى الصوت التوفيق من عند الله وبإذن الله الفريق يصل بسلامة الله النهاردة الساعة 10 بتوقيت القاهرة ومن الغد يبدأ الاستعادات بقى بشكل جدي لهذه المباراة الكبيرة الموعد الكبير يوم السبت القادم نهائي دور أبطال إفريقيا بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء شكرا